الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس السريل راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا توجه خلاله بالتهنئة للرئيس الجنوب إفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتوليه فترة رئاسة جديدة وأكد الرئيس السيسي استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة وهو ما ثمنه الرئيس راما فوزا كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقياداتيين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى الجهد سواء ثنائيا أو إقليميا ودوليا لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته مصر كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتضمن انتقال للمصار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تستمر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان فضلا عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة حيث من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة هذا وقد أعلن مصدر حكومي أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج عملها لافتا إلى أن المجلس النواب سيدرس البرنامج خلال عشرة أيام وفقا للدستور لمنح اتقال الحكومة الجديدة أكد مصدر رفيع المستوى أنه من المفتوقع وصول الوفد الإسرائيلي يضم مسؤولين من كافة الأجهزة الأمنية من معفوضات الأسرة إلى القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بقطع غزة وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الاستغبارات المركزية الأمريكية إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرة وإنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطع غزة تواصلت المظاهرات الحاشدة في شوارع القدس المحتلة وتل أبيب لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإبرام صفقة تبادل المحتجزين وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بن يمين تنياهو بانتخابات مبكرة رافعين شعار صفقة الآن هذا وقد دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية حول مقر إقامة نتنياهو في القدس قبل التظاهر أظهرت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدر احتحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إمانويل ماكرون المرتبة الثانية متقدما على اليمين وحلت الجبهة الشعبية الجديدة في المرتبة الأولى مع توقع نيلها بـ 172 إلى 215 مقعدا بينما حصل معسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجماعية الوطنية ختم ومجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر